الاستطلاعات عن الواقع على الأرض دكتورة عزة تفضلت وقالت أنها يمكن 64% لسه ما زلش يصوت فده معنى أن أغلب الكتلة الجمهورية هتنزل مهاردة تصوت وده ممكن طبعا يقلب النتيجة أو يكون معاكس نتيجة الاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بتشير لتخدم بايدن لكن لا يمكن الاعتداد باستطلاعات الرأي كعمل نهائي وزي ما حدتك والتي فانستطلاعات الرأي بتشير لتخدم بايدن لكن لا تعتد بها كعمل نهائي إذا تحدثنا على الولايات المتأرجحة والكثير يعول عليها في حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية يعني دعونا نتعرف ما هي الولايات المتأرجحة وإشارات التصويت فيها طبعا وفقا للخبراء الأمريكيين والمحللين اتفقوا أن فيه السنة دي 12 ولاية متأرجحة وده يوريكي مدى التنافس في الانتخابات الأمريكية باختصار شديد عشان أشرح الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة بتتحدد بتكون هي المحددة للرئيس الفائز لأن طبعا في ولايات كتير بتكون متحاسمة بالضبط حاسمة أمرها سواء الجانب الجمهوري أو الجانب الديمقراطية لكن الولايات المتأرجحة بتكون بين البنين لسه ما حاسمتش أمرها طيب الولايات المتأرجحة طبعا بيكون لها صوت أو عدد أصوات في المجمع الانتخابي الأمريكي على رأسهم مثلا ولاية في لوريدا بـ 29 صوت أو اللي بيسموها الجايزة الكبرى وعدد الأصوات ده بيكون وفقا للوزن النسبي لكل ولاية بناء على حجم الولاية وعدد سكانها وتأثرها في الحياة السياسية الأمريكية لو هنتكلم بتفصيل أكتر عن الولايات المتأرجحة عشان أحط المشاهدين في الصورة ومدى التنفسية في الانتخابات الحالية بنتكلم أن مثلا ولاية زي فلوريدا فيها 29 صوت لحد الوقت بايدن متفوق بفرق يمكن أقل من 2% والولاية دي كتختارة الرئيس ترامب بنسبة فرق عن هيلري كلينتون 1.2% في انتخابات 2016 طبعا الولاية تتميز بالتعديل العرخية وكمان تتميز أن فيها نسبة لا بأس بها من كبار السن ويمكن ده اللي دعم مواقف بايدن ترامب في انتخابات 2016 عندنا ولاية أريزونا مثلا فيها 11 صوت وهي من الولايات المتأرجحة المهمة جدا الرئيس ترامب كان فاز بها في 2016 بنسبة فرق 3.5% عن منافسته هيلري كلينتون الوضع الحالي الرئيس ترامب يتأخر فيها تقريبا بنسبة أقل من 3% عن منافسه جو بايدن عندنا ولاية زي جورجيا برضو من الولايات التقيلة جدا وأهم تعتبر من أهم ولايات المتأرجحة لأن لها 16 صوت وده طبعا عدد لا بأس بها من الأصوات الولايات مختارتش أي مرشح ديمقراطي من سنة 1992 من وقت اختيارها للرئيس بيل كلينتون ومن التاريخ ده لحد النهاردة بتختار دايما مرشحين جمهوريين لكن من ضمن الولايات المتأرجحة يعني حضرتك ذكرت أغلب الولايات اختارت بايدن لكن هل هناك بعض الولايات اختارت مرشح ترامب؟ صحيح استطلاعات الرأي بتشير أن ولاية جورجيا ميلة أكتر للرئيس ترامب يمكن بفرق من 2% لـ 1% بتشير لتخدمه في الولايات دي وهي من الولايات المهمة بكونها من الولايات المتأرجحة وليها وزن النسبي عالي فطبعا فوز ترامب لو حصل فيها هيكون فارق كبير في السبط شكرا جدا أستاذة محمد هيكل البحث بيئة المركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية وبالطبع شكرا لك دكتور عزة يعني ربما هذا هو الوضع لدي شدي من داخل غرفة العمليات وبالعودة إليك ستوديو مرة أخرى شكرا لك شيرين مجدي وشكرا لضيوفك الكرام